اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بالفيديو الماضي حكينا رح نعدل على اللعبة تبعيتنا نخليها تكون اكثر ليلية تم السيطرة عليها من الدرونز طيب الان خلينا نبدأ حيكون في عنا شوي التعديلات حنعدل حنفهم شو هو السكاياتموسفير حنسوي السماء تكون ليلية نايت سكاي هنتعلم شو هو السكاياتموسفير السكايلايت السكاي سفير هندخل بالتفاصيل خلينا نبدأ على طول اول شي خلينا نطلع لفوق لهون بهاي بالاوتلاينر نسكر هذا الملف نمسك هاي بكونترول اضلني ضغط كنترول احدد هدول واضغط ديليت ياس خلص هيك حدفنا كل اشي من عالمنا الدنيا صارت عندنا ليل وبطلنا شايفين اشي طيب خلينا نبدأ الان نضيف الانارة تبعيتنا على اللعبة اللي احنا منسوي فيها اول اشي تعالوا نيجي على بلايس اكتور اذا مش موجودة عندك اضغط على وندو وضيف بلايس اكتور حكيناها بفيديو ماضي خلينا ندخل هون ونكتب سكاي الان في السكاي هون خلينا نختار سكاي اتموسفير اوكي بنمسكها ونظلنا كابسي عليها ونسحبها طبعا ما صارش اشي الى الان لكن انت لازم ما بشتغل لحاله لازم تجيب معا اللي هو الديريكشنال لايت خلينا نكتب هون دايريكشنال لايت ونمسكها ونسحبها نلاحظ الان لما انا جبتها الدنيا صارت نهار وبلشنا نشوف طراع لنا الازعاج تبع الشاشة هاض اللي بتلاه في الشاشة تمام الان في الديريكشنال لايت تلاحظ احنا صار عنا هون نسحب هاي لفوق شوي ندور على كلمة سن شوف الاتموسفير سن لايت طبعا انا بدي اشرح لك الشغلة يفترض انه انت بتعرف من الاساس اذا انت ماخد دورات كيف تتحرك جوه الحلقة بس انا خليني اشرحها شوي لحركة حتى نفهم اذا انت لسا اول دورة هي بتوقيتها معانا اذا ضغط رايت تكليك بالماوس على الشاشة جوه اذا ضغطت على Siwa B traffic وضغطت على W sad بالاتجاهها لتطلع على فوق W تطلع على السماء بلسا A تروح يصار D بتروح يامين فبتقدم نطلع ومتطلع على الشمس واحدان تظهر على الان تطلع وتطلع على تحت وانت ضغط sqlx اعفن رايت اكليك الضقرة اللي على اليمين في الماوس بتقدم قطت عليها وتتحرك وتتفرج واذغطت الضغطتين في الماوس تقدم تضغط للسحب لفوق الماوس وتنزل ماوس لتحت هاي تروح بالموز يمين يسار وبصير تتفرج فهي الطريقة بطير تحكم فيها وتتفرج على العالم اللي احنا فيه انا حبيت بس احكيها بسرعة حتى ما تسأل انت كيف طب رايون بتحرك جوه الشاشة طب الان لو طفينها هاي صارت دينيا نايت تغيرت صارت ليل احنا بدنا يهضلها مضوية بس انا كان مهم اني اقول لك انه في اتموسفير سلان سنلايت موجودة طب كمان فيه شغلة بدي اشرحها لاحظ لي انت هذا اللي هسا دفناه اللي هو الديريكشنال لايت بدي اياك على الكيبورد تضغط كنترول و L لاحظ انت عطاني العالم تبعنا الان لو تركتها بتروح بس انا بديك تضلك كابس عليها ما تحرك الماوس حاليا تضلك كابس كنترول L لاحظ انت فيه سهم بقول السهم اللي جاي من اليمين فوق هذا اللي جاي على المنتصف هذا هو السهم اللي بيقول لك موقع الشمس لو انا حركت الماوس لاحظ انا بتحكم قاعد بالشمس و كيف هي موجودة في عالمنا فانا بتحكم فيها و بدي اشوف انا موام تيجي الشمس بخليها تغرب وتطلع طب خلينا احنا فوق الآن خلينا نطلع من هون زي هيك و نضغط كنترول L لاحظ انا لما اجيب الشمس من هون كأنها بتغيب قاعدة بتغرب او بتشرق عادي شرق غرب فلاحظ انت الموضوع الآن انا بدي الشمس تكون من تحت زي هيك تكون اخر اشتحت لانه احنا مشهد تبعنا ليلي فخلي الشمس تكون من تحت ممتاز جدا جدا طيب ايش عندنا كمان الآن احنا خلصنا حطينا الشمس من الطرف الثاني من العالم بس احنا مش عفين اشي يعني مو كمان استفدناش خلينا نضيف كمان على العالم تبعنا نرجع هون نكلب سكاي و ننفوت ونضيف لبلوبرنت سكاي سفير لبلوبرنت سكاي سفير و بنضلنا ساحبينها و بنضيفها جوه الآن صار عندنا كمان لبلوبرنت سكاي سفير طيب نفس بيوبر سكاي سفير بتكون موجود احنا ستخلنا في أبجيك تحت الارض لا خلصنا شوه لفوق تمام زي هيك الآن نكتب هنا سن احنا كاتبينها اصلا اذا مش مكتوبة اذا مطفية اكتب سن الآن تطلع هنا في سن برايتنس اللي هي قوة انارة الشمس تعالوا نضيف هنا نزيد الرقم نحطه اي رقم نشوف بس ننسوي تجربة يعني فقط نحطه 200 200 طيب 500 الانرة ليس مبينة معنا انت ليس مبينة معنا الوضوح بس احنا بجميع الاحوال هذا بنحطه اصلا صفر انا كن بدي اورجيكم شكلها لما تحطها 200 بس انا بدي احطه صفر طيب دي شوه ما راحت pp نفتحها sun صفر طيب الان حطينا لقيمة صفر ممتاز كمان بدنا نفوت ننسوي تجربة على شغلة تانية لكلاود طيب في الكلاود طلع لي على السماء الان حطي لكلاود سبيد وكلاود اوبستي صفر واحد خلينا نزيد الكلاود خلينا اوليش نزيد الكلاود اوبستي خلينا نفرج العسامة طلع المنظر محلاه هسحب نلاحظ انت كل ما زادت الرقم كل ما زادت الغيوم خلينا نحط قيمة الغيوم على 700 وان بوينت فايف منطقية ونحط سرعة الرياح او سرعة الغيوم بالاصاح نحرك فيها نحطها مثلا عشرا نتفرج نشوف كيف الشكل كثير عشرة علينا نحطها خمسة هيك منطقية اكثر يعني الان سوينا السماء تبيتنا فيها الغيوم وحطينا الكلاود اوبستي الصن ما وضحتش معانا الصن برايتنس مش رات تزبط معانا مش مشكلة احنا بنيها صفر بالاساس طيب الان بخلينا نكمل حطينا الكلاود حطينا الكلاود تبيتنا بيضال عندنا كمان بدنا نحط دايريكشنال لايت خلينا نكتب هون دايريكشنال لايت اللي هو اتجاه الانارة احنا سوينا واحد اضفناه على العالم تبعنا خلينا نحكي له استخدم دايريكشنال لايت اللي احنا صنعناه اللي كبسنا كنترول ال وعدلنا في الاتجاه اضغط هون الان صارت الدنيا ليلية معهض لسه الدنيا عندنا تحت ليل ومش قادرين نشوف اللعبة تبيتنا ولكن بجميع الاحوال السماء تبيتنا صارت ليلية والغيوم تتحرك وفي عندنا كل اشي جميل طيب احنا كما بدنا نسوي الشغلة يعني نجمل المنظر ستارز الان في النجوم انت بدك تزود النجوم في السماء بتقدر عادي بتزود القيمة لاحظ انت قداش قاد انا زودت الرقم لتعبت السماء نجوم فصارت واضحة جدا فانت برجعلك تختار عدد النجوم الموجودة فلنفترض انه احنا بنا نختارها 0.15 المنظر جيد فانت برجعلك انت طبعا برجعلك انك انت خليه تمرين عندك انك تتحكم في النجوم في سرعة الغيوم في وضوح الغيوم تعرف كيف تتعامل مع هذه المجسمات في اللعبة تبيتك طيب الان احنا هيك خلصنا خلينا الان نرجع على هون بدنا اكتر جديد بنضيف السكاي لايت نحطه لاحظ انت لما ضفناه بلشت الاشياء تظهر جوه العالم طيب خلينا نضغط على السكاي لايت هون سكاي لايت ونرجي هون وننفت على التنسي بدنا منطلها من على طول او نكتب التنسي 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 هي واحد خلينا نقول 200 لاحظ الان دنيا ليل ولكن احنا رح نزول الانتنسي سكيل لـ 200 نضغط انتر مع انه السماء ليل الدنيا كأنها نهار طالع الشمس كأنها فاضي اشي غير منطقي بس خليها تضل 200 في الوقت الحالي خلنا مسح عن هاي انتنسيتي ونشوف وان هي الانتنسيتي هون هاي الانتنسيتي ممتاز احنا رح نخلي الوضع زي ما هو كأنه زي هيك بس رح نعدل عليه رح نخلي الانتنسي سكيل 200 بس رح نعدل على الالوان تصير سودا طيب خلينا نان كمان نغير اللي هو هون هنا خلينا نفتحو نحطوه شوي غري نلاحظ انت شو سيب العالم ممتاز خلينا نغمقوا كمان لا لا اسود كتير ما بدنا كويس هيك طلعوا شوي فوق ممتاز نعطي اوكي الآن حطينا الانتنسي سكيل الميتين واللايت كيلر غري يكون رمادي تمام الآن هيك خلصنا من السكاي هايت خلينا الآن نرجع مرة تاني للبلوبرينت سكاي سفير نروح ندخل على اوورايد سيتنج هون هنا نغير كمان كل الالوان هاي نغيرها كمان تقريبا كمان غري نحن نكبس هون نحطها شوي لتحت اوكي طبعا هذا ممكن تعتبره انت تمرين لإلك اوكي كصبت غري منطقية اكتر نطلعها لفوق نخليها للكوحلي تمام الآن ايش اللي بصير انت لازم تعتبر هذا تمريلي لإلك انك تعاب تسوي العالم تبعك بش منظر اللي بيعجبك يعني انت الآن مش رط تسوي النفس كل ايش انا بعمله بجميع الأحوال حاول تكون قريب مني الالوان ما بتفرقش كتير يعني عدل كل هدولها مبدئيا اوكي كلهم تقريبا نفس اللون نفس الدرل تقريبا اوكي سويناهم الآن صار عنا كل الالوان الاوورايد سيتنجز كل ياتها كل ياتها اغري طيب الآن في انا شغلة كمان لاحظ انت هاي تعمينة قاعدة اللي هي كل شي بتيجي بوجهنا اللي هي اللي بتيجي في العدسة الانارة اللي بتيجي بالعدسة خلينا ندور على شغلة اسمها Post Global Post Global Post ايوه Global Post Process Volume ممتاز منيجي هون ندور على هذا Lens Intensity Lens Intensity هذا الرقم بدنا انطفي لاحظ الان جاي في وجهي هون بدنا نطفي انطفي راحت من وجهي الازعاجات ممتاز الان كمان بدنا نشوف في المينمم اكس بوجر خلين نكفز اكس بوجر في هنا المينمم والماكسيمم اكس بوجر ونروح اكس بوجر اكس بوجر لدينا اللعبة كأنك انت انجد مدينة تم احتلالها من الدرونز من الطائرات الان انت بدك تدافع عن هذه المدينة وتحررها من الطائرات ممتاز جدا هكا بنكون احنا صوينا كل اشي عنا انت لاحظ احنا استخدمنا كثير من الادوات كل هاته ترابطت مع بعض بطريقة طبعا انت شو ما تعمل مستحيل يكون دماغك شغال في هم كلهم مع بعض ايش بتسوي بالعادة بتتستخدمهم بتصير تعدل كل واحد شوي حتى تشوف المشهد المناسب للك حتى توصل لا تفكر انه لازم تكون انت عبقري بكل واحدة مستحيل انت لا تتشدق هذه المعلومات تشدق انت اعرف انها موجودة واستفيد منها يعني اعرف انه انا عملت هون هيك عملت هون ليش عملنا هاي الاشياء عشان نقلل الانارة لبرايتنس لواحد او نزيدها ففي هذا الاشي بسير طبعا احنا فيه اشي كأنه نسيناه خليه بنشرحه بالفيديو اللي جاي مش مشكلة الان انت خد المعلومات واستفيد منها وتعلمها واعرف وين موجودة هاي الملفات في اي ملف شو هي اعرف شو السكاي سفير دايركشنال لاي تجاه الانارة اعرف ان انت تجاه الانارة بتصير تتحكم بالاتجاه الانارة بتصير تتحكم بالشمس لاحظ انت طلعت الشمس انا من تحت ارض رجعتها تحت الارض في الطرف الاخر من الكرو ارضية الان انت تتعلم هاي الاشياء كيفية وانك تعرف انها موجودة في برنامج Unreal Engine بعد هيك انت بتصير حتى لو انت نسيتها ممكن تبحث عليها بجوجل انت عارف انها موجودة في البرنامج تبحث عليها بجوجل كبستين بتطلعها فانت لا تشدق هاي المعلومات ما عاي تشدق لا افهم شو بعمل انا وتعلم واستفيد وعدل على الاشياء اللي انا بعملها شوي حتى تطلع بلعبة جميلة خاصة فيك فبهيض الطريقة بصير عندك لعبة جميلة من صنعك صحيح انك انت اتدربت عليها في الدورة مع هذا انت تعلمت واستفدت لا تسوي فقط نسخ 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 موسيقى موسيقى